واحد أنت ولا غيرك يعبد تصطف الرسول بوحي يتجدد صحف الإيمان تعلقاتاً في دجل الأسلال ضوءاً يتوفق صحف الإيمان ضوء قصصاً وعجزات منذ نوح لمحمد قصصاً تبعد فينا حكمة تشرح القلب بنور ليس ينفك تشرح القلب بنور ليس ينفك ما أسوأ حظك يا أمام سيداهب طفلك عام الذبح سيداهب طفلك عام الذبح ما أسوأ حظك يا أمام كيف حالكم؟ أهلا بك انظري انظري هارون هارون الصغير الآن اجلسي سيداهب طفلك عام مريم ما أمام لا لا نزل بي ما نزل فهل يشفع لي حبك؟ نعم نعم يا أم هارون أصارحك القول نعم ما جئت إلا ونيتي إخبار الزباحين ولكني وجدت لابنك هذا خبا في قلبي ما وجدت مثله من قبل احتفظي بابنك شكر لله حافظك الله كبرت يا مريا مصريا كيف تعجزون عن علاج ابنتي من البرص مولاي إننا نقول ليس لدينا نحن العناد ولكننا مرة أخرى تعترف بعجزكم مولاي أتأذن لي تقدم هل تعرف دواءها نعم ولماذا لم تتكلم مولاي إننا جميعا نعرف الدواء ولكنه ليس عندنا ماذا تقول مولاي إن لواءه وريق إنسان قادم من قبل البحر ماذا عند شروق الشمس في يوم الاثنين الموعود يكون ذلك إذا وضع ريق هذا الإنسان على مكان البرص تبرأ منه ماذا تريدين؟ من فتحاته؟ ألاقي وجه التبوت؟ ليست بيه هذه الفتحات؟ يمكن صنعوه من الخشب نعم هذا أصلا أعودي صباح الغد كلا أنا أريده الآن هذا مستحيل إسرعي إسرعي من هنا حتى لا يراكي أحد ماذا تريد؟ هل لديك شكوه؟ مغرب عنا أيها الأخرص لا ينقصنا إلا الأخرص صباح المشرق أيها الصانع صباح الشمس المشرق إنني أتكلم إنني أتكلم ماذا؟ فك لساني فك لساني فك لساني هل تصخر من جنود الملك؟ خف الضباحون الضباحون في الخارج يا أمه أسرعي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صحب الجنود أين أخي؟ أمه؟ أمه؟ أين أخي؟ نعم في الدابوت في الماء قد أخذه الطيار أمه؟ لا تخافي سيغيدوه الله إلينا آمنا كيف؟ إذا حبي في هدوء بتجوار الشاطئ وراقبي نعم نعم وهكن حذاري أن يعرف أحد نعم نعم أنه أخوك لما تدعيه يغيب عن نظرك وعندما تجدين الفرصة عادي لتطمئنيني موسيقى 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 في الصحراء إلى القلوب بهذا مضط للإبساء موسيقى موسيقى يا الله لقد عصمتك وأنت الغفور استغفرك وأشهدك لو رضت إلي بصري ولساني فلن أخبر أحدا أبدا عن مكان هذا الوليد ولا أكون معه أحفظه حيث يكون يا هدف الغفور ما أشبه للحياة وأنت بيننا بلعبك المياه لتصوتي هنا يا ابناء الملك يا ابناء الملك ما أشبه للحياة وأنت بيننا بلعبك المياه يا ابناء الملك يا ابناء الملك ما هذا ما هذا ما هذا أحضروا هذا الشيء يفتحوا دعوني وحاولوا أنا ما أجمله إنه أريق الإنسان القادم من البحر إنه حقا الدواء اختفى بعض البرس من المكان اللذي وضعت عليه ريق الغنام أكمل وضعه ليتم الشفاء أحد الذين عاشوا من سنوات السماح ولكن هذه ليست سنة سماح سوف نربيه ونتخذه ولدا نربيه ويصبح قرة عين لي ولك كما أن ريقه دواء ابنتنا أحضروا له مردى لا أستطيع التحدي سأذهب إليه ولكنهم لو عرفوا أنها عبراني ساقتلون يا الله يا رب وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين إذهبي عند باب القصر لعلك تسمعين ما يطمئننا ما يريد يا مولادي إنه يرفض كل المرضعات أحضرنا مرضعات أخريات لا يوجد في القصر غير هؤلاء لدي فكرة احملناه للسوق قد تجدنا إحدى المرضعات ولكن عليكنا بالحرص الشديد إنه يرفضني فليرفض كل المرضعات وما العمل ابحث عن مرضعات غير هؤلاء هل من مرضعات أخرى هل من مرضعات أخرى هل أدنكم على أهل بيتي يكفلونه لك وهم له ناصحون ما يدنيك المصحيب لعلك عرفت هذا الغنان أنا كلا كلا دلينا على أهل لا أعرف وعن تستطعين إحضار هذه المرضعة نعم نعم إذن لا تتأخري نرضى من أمك يا والدي يحميك الله من الحسد أبديك بعمري يا والدي يومي وغدي ولبعد غدي يرعاك الله برحمتي ويبارك خطوك للأمد أحضر هذه المرضعات للقصر أعيش في القصر نعم ابقي عندي لتربعي ابني هذا فإني لم أحب أحد مثلما أحببته لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع ستجدين في القصر كل ما تشتهين وأترك أولادي نرسل لهم ما يشتهون لهم يحتاجونني أنا أيضا سوف تزورينهم من وقت لآخر لا أستطيع ولكن إن طابت نفسك أن تعطيني إياه فأذهب به إلى بيتي بيتك؟ نعم مع ولدي أرعاه وسوف أوليه كل خير لكن إني غير تاركة بيتي وولدي لكي ما شئت ولكن احفظي ولدي نعم يا سيدتي وليزورني من حين لآخر نعم جهزوا ابني بكل شيء وأعطوا مرضعته ما تشاء فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ومرت الأيام واشتاقت آسيا لرؤية موسى فأرسلت في طربي فيصل ابني لزيارات اليوم سوف نرى كيف يحبه الجميع حب الناس له فقط تسور الآن نذهب إلى والدك الملك ليكرمك ترجمة نانسي قنقر اقتلوا هذا الطفل العباني إنه عدوي مولاي إنه لا يعرف ما يفعل كلا إليه بإناء به جمر من النار وإناء به بعض الجواهد قدمهما للطفل يوم صاحب أرأي أنه لا يفرق بين النار وأي شيء آخر إنه لا يعرف لا زال الطفل شكرا لله المدني يشكرك على عطياتك يا مولاي شكرا لله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم ومر بالسنون والسنون ويحفظ الله نبيه موسى من الضغاة المبسدين أين موسى؟ خرج منذ الصباح يا مولاي ليلحق بنا فور عودته نعم نعم موسى نعم موسى من فرعون لقد كابر وأصبح رجلا سمعت أن فرعون يقربه منه إن العبرانيين ألجأون إليه دائما نعم فهم في حماه منذ أن كبر فالقل أن المالك يحب خرج الملك صباحا إلى طريق منف هذا الحطب للمالك فكيف تأبى حملة؟ إنه عملك وليس عملي كل العبرانيين خدم للملك ولكنهم ليسوا خدما لك إنني خباز المالك إذن فهو عملك أنت إنني لم أطلب منك أن تكون خباز المالك وماذا طلبت مني منذ قليل؟ حمل هذا الحطب أرأيت أنك تطلب مني أن أقوم بعملك؟ هلا لم أطلب منك القيامة بعملي ولا امضي 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 إذن في سبيلك احمل يا هذا حطب الملك وإلا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين تقول إن الخباز قد قتل؟ نعم ومن قتله؟ إنهم بني إسرائيل خذ لنا حقنا يا مولاي أحضر القاتل هنا ولكن وأحضر أيضا من شاهد مقتله ولكن لم يره أخذ وليحكم الملك بغير بينا إن الملك لا يستقيم مع الظلم هل رأيت من قتلك في هذا الملك؟ كلا كان وقت القيلولتي وكننا استريح في بيوتنا هل رأيت أنت؟ كلا كنت في بيتي فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أحضر الإسرائيلي بذلك نعم وفر خائفا من موسى وظل أنه سيقتله أيضا أحضر موسى في الحال نعم وكذلك الرجل الذي شهد على موسى نعم يا مولاي موسيقى وجاء رجل من أقصر وصل مدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ثمانية أيام تبحثون ولم تعثروا عليه نعم يا مولاي ولا يعرف أحد أين اختفى لعله مختبئ عند العبرانيين لقد فتشنا كل بيوت لعله هرب إلى الصحراء فرق الجند تبحث عنه في كل الوادي حتى الآن إلى مدينة وصل موسى وجلس يستريح تراجعي إلى الخلف بأغنامك لقد جينا قبل لا يهم هذا دورنا وليس دورة إن كنا نساء وعليكنا الانتظار حتى ينتهي الرجال إننا نأتي كل يوم وننتظر حتى تصدر حاسنا افعالي مثل كل يوم لقد بكرنا اليوم ولكننا جئنا فتراجع ولكننا نسك الآن جنمنا لا يهم لا يهم تحركا فاغنمك ما تسود الطريق هيا ننتظر بعيدا يا ليه لقد جئنا مبكرين اليوم حتى لنتأخر على أبينا وماذا نصنع مع هؤلاء الرعاية تقدم موسى وللفتاتين سطى الأغنام أعطتنا مبكرتين اليوم أشفق علينا رجل صالح وسقى لنا من هو؟ يبدو أنه غريب وماذا قال والدك قال يجب أن نشكره على مقام به معنا لعله لا يزال هناك نظنه لا يزال جالسا عند البئر إذن أسرعي يا ابنتي ونفذي رغبة أبيك نعم سأذهب لأدعوه وانطلقت إحداهن على استحياء تدعو موسى أن يصعبها لأبيها لما سمقته غوطبها ودعاها أن تكشي خلفا حتى لا تأثم عيناه بالنظر إليها وهي تسير أمامه قال شعيب لما قص عليه موسى صصته حسنا يا ولدي الله يحبك أن جاك من الظلمة والسباح أبي يطلب غطاء لضيفنا في الخارج هل ينام في الخارج؟ نعم ألح عليه أبي كثيرا أن يدخل المنزل فأبا أمه ماذا يا سفورة؟ لعل أبي يستأجر هذا الرجل ها؟ إن خير من يستأجره القوي الأميل وكيف عرفت أنه قوي؟ لقد زحم الرعاة يا أمي وسقى لنا قبلهم جميعا وكيف عرفت أمنته؟ أبا أن يصير خلفي في الطريق حتى لا ينظر إلى ظهري هذه أخلاق الأمناء سأتحدث إلى أبيك قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل أمي لقد استأذن موسى أبي لزيارة أهله في مصر نعم أعلم ذلك لقد مرت عشر سنوات الآن وإنه لراجل كريم كيف يا أمي؟ عندما مرت ثمان حجج قال له أبوكي الآن أتممت بينك فرد قائلا بل أكملها عشرا ولكننا ماذا؟ ما ورأك يا سفورة؟ نريد بعض الأغنام نعيش منها في سفرنا نعم يا سفورة لقد وعده أبوكي بكل ما تريده الأغنام هذا العام شكرا لأبي شكرا هل سنأخذ هذه الأغنام معنا إلى مصر يا أمي؟ نعم أليست أغنام جدي؟ لقد أعطاها لنا سأضرب جانبها كما فعل أبي لماذا؟ حتى تلد أغنام كثيرة كلا لا تضرب الشاسة أبدا واترك عسى أبي كما كانها ولكنني أريدها أن تتزايد إنها كثيرة بما يكفي كلا لا تكفينا جميعا هل تريد أن تأخذ لنفسك منها؟ بل أريد أن يأخذ عمي هارون وعماته مريم وجدته منها إنها تكفينا جميعا أين أبي؟ أريد أن نذهب الآن إلى مصر أبوك يستريح الآن إنها القيلولة نتيجة أشرقيا شمس خيرا واملعي الدنيا أمانة قربين إصرى إلينا قصري فينا الزمانة أشرقيا شمس خيرا واملعي الدنيا أمانة قربين إسراء إلينا قصرينينا الزمانة إن في القلبي حنينا يعجز الدنيا بيانا خبري يا شمس عنا كل من يسأل عنا إننا نحمل حبا دافئا قلبا وعينا خبري يا شمس عنا كل من يسأل عنا إننا نحمل حبا دافئا قلبا وعينا إن في القلبي حنينا يعجز الدنيا بيانا إن في القلبي حنينا يعجز الدنيا بيانا يعجز الدنيا بيانا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تسطلون أميك أين ذهب أبي؟ ذهب لإحضار بعض النار غطي نفسك يا ولدي لماذا لم يشعلها هنا؟ فهو مهر في شعال النار الريح شديدة ولا تساعد على اشتعال النار ابقى تحت الغطاء ولكن لا ولكن ماذا؟ من أين سيأتي بالنار؟ لقد رأى نارا على بعد في هذا الوادي سبحانه الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحانه الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت سبحان الملك القدوس رب العزة والملكوت فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع معليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وتمر الأيام فقيلة يتصرب فيها الطلب إلى قلب الأم وإلى قلب الإبن أمي لقد تأخر أبي طويلة طيب يحدثني أن شيئا عظيما قد حدث هل سيعود أبي الله معنا يا بني هل أنتم أهل موسى نعم وأين هو ذهب منذ أيام لإحضار نار ولم يعد إنني عائد إلى مدين هل تعودان معنا ولكن لو عاد ولم يجدنا سألحق بنا لا تخافر إلا يطويعني قلبي أن أتركه ولكن المكان موحش وستكون بمفردكم هنا يا إلهي كيف أذهب بدوني يا سيدتي أعوذي إلى ديارك وسوف نخرج للبحث عنه في هذا الحال نعوذ معكم سبحان الملك القدون رب العزة والملكون سبحان الملك القدون رب العزة والملكون وما تلك بيمينك يا موسى قال قال لا تخفر سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فكولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى قد جائناك بنا قد جائناك بنا حمال الله موسى رسالة ربه إلى فرعون ومعه شقيقه ووزيره هارون موسيقى يا حارس مع من تتكلم؟ هناك رجلين لا أدري كيف دخل ووصل إلى القصر ماذا يريدان؟ من أنتما؟ وكيف دخلتما إلى هنا؟ هل تعرفان أين أنتما؟ وماذا تريدان؟ إنا رسول رب العالمين هل انتهيت من أعمال اليوم يا حمال؟ أولي إلا إلينا بمعض الترسل استدعوا بطال ما هناك؟ لقد جاء بطال مؤناك؟ هل انتظرتموني طويلة هناك رجلان في الخارج يريدان يريدان يريداني مقابلة ويقولاني قولا عجيبا يقولان يقولان ان رسول رب العالمين الى فرعون يولاي هل ترسل لنفسك الرسول لماذا لا تسمح لهم بالتقول فقد طلبهم الانتفار اتدري كم عمان احضروا من هما بالباب وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين من؟ ماذا اسمع؟ ومن المتكلم؟ ان احدهما هارون العبراني والاخر لا اعرفه انه موسى انه موسى ذلك الذي قتل خباز الملك ثم عرب موسى موسى ذاك الذي ربيناه وليدا ولبي العالمين وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موسى ان كنتم موقنين الا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون لان اتخذت الها غيري لاجعلنك من النسجون قال اولو جئتك بشيء مبين فأتي بيه ان كنت من الصادقين فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين موسى ابعدها أنا يا له من سحر ماذا ترى أن نفعل أهامان؟ هذا السحر لا يقف أمامه إلا السحر أرجه أخاه حتى نجمع له أعظم الصخرة من كل الأنحاء أريد كل الصحرة كل الصحرة سنجمعهم من كل الوادي وليكن موعدها يوم الزينة ليراها كل الناس إذن موعدنا يوم العيد يوم النيروس سنقيم مباراة في السحر شيقة جنود البلك تجمع الصحرة والضعيدة الشهور وأنت تقول بل وجمعهم من كل الوادي نعم نعم أعلم ذلك ولكن تم تصفيتهم حتى لا يدخل المباراة إلا كبار الصحرة أتعلمون من هو كبير الصحرة؟ إلا هو يوحنا بل شغل يبدو أنني لم قاتل جديد والأخبار عندكم لقد تم تصفيتهم من عدة ألاف إلى سبعين فقط غير رؤسائهم هل تعرفون من دربهم؟ رجلان مجوسيان مجوسيان؟ ومن أهل مينوى هذا ما كنت أخشاهم منذ البداية أنني خائف من هذه المباراة جمع فرعون الصحرة من كل مكان وحضر القوم ليشهد المباراة لقد جمع جنود عدداً كبيراً منهم وهل يتأخروا عن هذا اليوم أحد؟ الآن هذا يوم لا يتقرر لعلنا نتبع الصحرة إن كانوا هم الغالبين مولاي هل تكافئنا إن كنا نحن الغالبين؟ نعم وستكونون من المقربين بل وسنكون من المقربين إليه هذا يوم سعدنا هذا يوم سعدنا سعدنا؟ نعم فالملك راض عننا قلبي ثقيل يا إخواني لا تجعل الهزيمة تتسلل إليك وهل أملك من أمري شيئاً؟ نجب أن لا نترك الملك ننتظر أكثر من ذلك سأطلب من موسى أن يلقي عصا ما هذا الذي قلت؟ ما سمعت صدري من قبل دموم الصباح تقدموا وألقوا حبالكم وعصيكم اتفقت مع موسى على ذلك نعم بعزة فرعون بعزة فرعون بعزة فرعون بعزة فرعون بعزة فرعون إن لنحن مظالمون أملك لتصير هل لست سعيداً؟ هل انتهت النظارات؟ هل لديك شق في الصحراء؟ أملك؟ أملك؟ أملك أتقدم من الصرحة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الحمد لله الحمد لله ما هذا الذي فعلتم آمنا برب العزة ماذا رب موسى وهارون أنا ربكم الأعلى آمنا برب العالمين رب موسى وهارون هامنتم بي قبل أن آذن لكم إنه كبيركم الذي علمكم السحر يا هامان مولاي قطعوا أيديهم وأرجلهم نعم يا مولاي واصلبوهم على جزوع النخل نعم يا مولاي هل جنينتم تعصون الملك لا ضير لنا في ذلك ألم أقل إنكم جنينتم إنا إلى ربنا مقلبون تقدموا تقدموا إذن واطلبوا العفو من الملك إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطيانا إن كنا أول المؤمنين مولاي مولاي لقد قطعنا أيدي السحرة وأرجلهم وصلتناهم على جزوع النخل ولكن ماذا؟ هل تترك موسى وقوم يفسدون في الأرض؟ إن موسى لم يفعل شيئا يؤاخذ عليه فهذه المباراة قد أمر بها مولاي الفرعون ولكن الناس تأثروا بمرأه ما حدث سيترتب عليه إفساد كثير في القوم القوم الذي يعبدوك يا مولاي ولكنهم سيتخولون لعبادة إله موسى بل إن بعضهم قد آمن به فعلا وعددهم يتزايد سيأتي يوما يتحولون جميعا عن عبادة فرعون اقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم زادت وطأة العذاب ولم أعد أحتمل ومن ذلنا يحكمل ويا هذا؟ لقد مات الكثيرون بسبب التعذيب والسخر نعم إدنا نعمل طوال اليوم بدون تعاف ثم يتركوننا قائلين اذهبوا لتتكسبوا قوتكم وعادوا إلى استحياء النساء وقتل الأطفال لم يكن الأمر هكذا قبل عودة موسى كنا نظنوا أنه سيفعل شيئا العجيب أنه في كل مرة يقابل فرعون تزداد الصخرة والعذاب عندما يحضر موسى هذا الاجتماع سنطالبه بسرعة التصرر سيقول لكم مثل كل مرة استعيدوا بالله وأصبروا عسى ربكم أن يهلك عدواكم كيف؟ كيف؟ بعد أن نهلك لحد؟ لقد حضر موسى وهرور إنني رغم تحديل موسى فإنه لا ظالم صرا على دعواتي لعبادة إله غيري وهل يوجد إله غيرك يا مولاي؟ شل لسانك يا كافر لا إله إلقا مولاي إن العبرانيين قوم موسى وليسوا مصريين لذلك يعملون خدما لنا لا تقطعني معذرة يا مولاتي دا هم يغادرون الوادي مع موسى هذا ما يطلبه ربيبك موسى نعم ومن يقوم بالعمل مكانهم؟ لنعتمد على أنفسنا مولاتي هل تطلبين أن نكون خدما؟ كفا ولا تخاطبني في هذا الأمر مرة أخرى حافظك الله يا موسى مولاي هل تتركه يفسد الناس؟ لقد آمن به كثيرون ولعل كثيرون أيضا لا نعرفهم آمنوا به هل رأيت يا مولاي؟ سوف يتحول الناس عن عبادة فرعون إلى ماذا تهدف أيها الوزير هامان؟ ليحكم مولاي لن أهدأ حتى أكشفهم لفرعون لنرضعه في السجن سيظل خطره موجودا اللهم رب السماوات والأرض أحفظ موسى وهلك القوم ظلمين اقتلوا موسى مولاي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالباينات من ربكم ماذا تقول أيها النجار؟ هل هناك رب غيري؟ لا إله إلا أنت يا الله وزوجك أيضا تقول لابنتي إن لها رب غيري لقد انكشف أمره يوم الزينة يا مولاي كيف؟ كان سعيدا بانتصار موسى أنت وزوجك إذن ومن المحتمل أولادهما الصغار أيضا لقد امتد الفساد في حاشية فرعون ليحكم مولاي الموت لهم جميعا مولاي إنه نجار القصر لا أعلم ذلك فأنا الذي وجدته يوم أنجعاني بشكل جديد لكرسي العرش وزوجه في خدمتنا من قبل سنجد غيرهم مولاي أعفو عنهم هل يتراجع الملك عن قراراته؟ يا الله يا غفور اغفر للنجار وزوجه وأولاده يا الله يا رحيم أنزل علينا رحمتك لا إله إلا أنك لعلك تبكين النجار ودوجه لقد صلبناه على جزع النقل حتى مات أما دوجه وأولاده فقد أحرقناهم لقد رأيت هذا منظر جميل من شرفاته الويل لك يا فرعون ماذا؟ عذبت وقتلت أرواحا طاهرة ماذا تقولين؟ عذبك الله لا الله أعتراك الجنون ما أعتراني الجنون ولكن ما فعلته يغضب الله الله هل لك إله غيري؟ لا إله إلا الله ألا منت برب موسى؟ نهو رب الناس كلهم ولا إله غيره لو تكفري بإله موسى فسوف يكون الموت نصيبك والله لا أفعل ذلك أبدا رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين هل جئت من غرفة التعذيب؟ إنها نعم أيها الوزير هامان هل تخفي عني شيئا؟ كان يا مولاي وزيرك لا يخفي عنك شيئا ولكن ولكن ماذا؟ مولاتي الملكة هل تكلمت أخيرا وكفرت بإله موسى؟ لماذا لا تتكلم؟ ماتت الملكة أثماء التعذيب ماتت؟ نعم تحملت العذاب كل هذه الأيام الطويلة من أجل إله موسى؟ نعم بل لا بل وكانت مبتسمة طول الوقت أيه إله هذا الذي يموتون من أجله؟ يقولون إنه الإله الوحيد لهذا الكون وأنا هم يقولون إنك بشر مثلهم مثلهم؟ إنني لا أفعل ما يفعلون ولا أمرد ولا أشكو مثلهم وقد أتيت عمرا طويلا ألست بربكم الأعلى؟ وليملك مصر وهذه الأنهار الذي تجري من تحتيه وهذه القصور والجنود والقوة والعزة ألست بربكم الأعلى؟ أيها الوزير همان ألست كذلك؟ بل يا مولاي إنني أمرك ببناء سره أصعد علي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظن مكاذبة انتهى أخيرا بناء السره سبع سنوات يا مولاي وكل من يستطيع البناء جئنا به ليشترك في البناء وهل ارتفع كما أمرنا؟ ارتفاعا لم يبلغه بنيان من قبل فإن ظله يمتد إلى آخر الأرض غدا غدا نصعد عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هل مات كافرون؟ نعم من نجون؟ كل من اشترك في البناء أصابه شيئا تقصد هناك بعض من نجى؟ من نجى أصابته عها البعض اخترق البعض شلت يدها هو أصبحوا عجزين نعم لن أترك العبرانيين يعبدون إلها غيري إن موسى لا ساحر وكل ما أتى به ما هو إلا ساحر إنها قدرة الله ربنا بل فرعون ربكم جميعا وكذلك موسى عبد من عبيد فرعون بل هو رسول الله لماذا لا ترد؟ لقد كفر بنعمة فرعون فقد رباه وأحسن إليه لقد ألقاته أمه في اليام بغدا له وزهدا فيه يا كاذب فألقذه فرعون من الغارق فأواه وكفله واتخذه ولدا ثم فرأ بقا ثم غاد يحاربه لماذا لا ترد؟ موسى رسول الله إلينا ونحن نؤمن بالله ورسوله لن نداه حتى نرده إلى عبادته وخدمته أو نذيقه الذل والهوان يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم انصر عبدك موسى عام آخر من الجد والجفاف لا أدري ماذا أفعل إننا لا نجد من أكله المطر 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 الماء الماء وشاء الخير جاء الخير أوشكنا على الحصار إنه عام خير على الجميع يقولون إن إله موسى قد رفع بلاء الطفاة ولكن فرعون لم يطرق قوم موسى ارخلو دا كما وعداهم مولانا الفرعا انقهنا من الجو انت الهنا وانت منقذنا انقذنا من الجوع انت المنقذ وانت الملاذ وانت الملجأ واننا عبيدك جاء الفلاحون يعلنون ولاءهم لمولاي الفرعون ولماذا يبكون فرحا برؤياك يبكون لرؤياك انها دموع الفرح يا مولاي هل اختفى انترى بعد ان اتى على كل شيء بلاء اخر ليرحل العبرانيون وماذا يجد الان يا مولاي حقا ومن يعمل اذا رحلوا هل ويلو لهم يا مولانا الفرعون 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 هل ا عفواً عفواً يا مولاي ماذا حدث لكم هل تسخرون من أمه رأيت موسى وحارون مع الجندي في الخارج مرة أخرى يستنجد فرعون بموسى لرفع البلاء وهل يصدقه هذه المرة؟ وماذا يفعل يا ابنتي؟ في كل مرات يعدوه بالسماح لنا بالرحيل ولكنه ينقذ وعده لماذا يصدقه؟ إنها ليست إرادة موسى نعم هي إرادة الله ولعله هذه المرة يصدق في وعده وإذا لم يصدق ننتظر إرادة الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعطني شربة ماء مما تشربه اشتركوا في القناة 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 بماذا يأمر مولاي ليخرج الجيش بأكمله لإعادة العبران خارجون من بجا ليل طويل خاملون في نهار من جديد خارجون من بجا ليل طويل خاملون في نهار من جديد بعد أن عشنا سنين في عدار منتظار خارجنا للحياة تبتغير المرار شمسا مهار أمي أتريد أن تشرب مرة أخرى؟ كلا ولكن ما هذا الظروب؟ عندما نجلس سأقص عليك القصة أريد أن أشرب خارجون 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 من بجا ليل طويل 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 فرعون إننا لازمنا بالأراضي المصرية الوائل لنا لقد استعادنا حليهم لنتزين بها في عيدنا ولكننا أخذناه وعرضنا عندما يصلون سيكون انتقامهم منا كبيرا انظروا انظروا ذلك الخبار إنه خبار كثير أظنه جيش فرعون الوائل لنا كان بقاؤنا في مصر عبيدا أحب علينا من الموت هنا فالبحر أمامنا وفرعون وراءنا وسيدركننا لمفر انظروا أسرعوا بالأجول أسرعوا أنني خائف من ينطبق علينا الماء y whose النคد이스 имеلني محظوظوظوظوظوظوـظوظوظوظوظوظوظوظوظوظوiumsوغ oatsناء وباللحاق بهم اللهم لك الحمد وإليك المشتجة وأنت المستعان وعليك التكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أصدق عيني طريق مصدناء هذا سعب ننزل خلفهم إنني غير مطمئن للنزول بل نسلع قبل أن يفليتوا منا أولاي قد أتيت إلى هذا المكان مرارا ومالي عهد بهذا الطريق لا وقت لدينا لا آمن أن يكون هذا مكلوم موسى إن فيه هنا هناكنا سيلحق بنا فرعون وجنوده علينا أن نتحرك لنهرب منهم إن موسى أمرنا بالتوقف ماذا؟ هل نتوقف ليلحق بنا فرعون؟ انظر ترجمة نانسي قنقر 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 أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بانو إسرائيل وعلى من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العظيم ونظر يا كالب لقد نسوا محنتهم ولم ينج على نجاتهم من فرعون إلا بضع سعاد بفوا عن هذا الغناء القريح ماذا تريد منا أن نقول في مثل هذا اليوم السعيد يا كالب قولوا رباه إنا نشكرك ونقدسك ونقدرك رباه قد أنجيتنا في البحر بعد أن فرق وبمائه وبموجه ألم تكن أغنيتكم الأولى أكثر بهجة؟ صدقت والله يا سامري للفرح أغانيه ورقصاته وللعبادة ترتيلها وأنشيدها أما أم أنا مخطئ؟ لا والله بل عين الصواب أرأيتم كيف كان المصريون يحتفلون بعجلهم آبيس؟ لم تكن عبادتهم له تمنعهم من الأغاني والرقص ليت لنا مثل هذا العجل المقدس آه ولم لا إن الآليات ليست حكرا على قوم دون قوم يكاد الطفل يهلك عطشا لماذا لا تطلب الماء من موسى؟ لا أمل لنا إلا في بئر أو ينزل المطر أي بئر وهي مطر إن موسى يجب أن يسأل ربه أن يوفر الماء لنا نعم نعم لابد أن يوفر الماء لنا أين هارون؟ أين موسى؟ نريد ماء لنا نريد ماء لنا نريد ماء لنا لا تخاطبوا رسولكم بهذا الجفاء ماذا تريدون؟ ألم أقل إياكم إن عصاه السحرية تفعل كل شيء كذلك قد نطلب منه طعاما نعم فقد نفد ما لدينا من طعام أين هارون؟ أين موسى؟ يريد الأحمد نقوى به على الترحال يريد الأحمد نقوى به على الترحال موسيقى موسيقى فقد أنزل الله عليكم المن والسلوى فكلوا واشرابوا من رزق الله كلوا على قضر حاجاتكم ولا تدخروا شيئا هكذا أمر نبي الله موسى أحسنوا ظنكم بالله سيرزقكم من حيث لا تعلمون ماذا تفعلين يا امرأة؟ فقد ادخرت بالأمس بعض اللحم ففسد ألا يحذيك كل هذا الطير؟ ومن يضمن لي أن أجده غدا؟ امرأتك أكثر ذكاء منك دعا تدخر اللحمة رجل فمن يضمن لها أن لا تذهب هذه الطيور فجأة كما جاءت فجأة إلى متى فل ظل نأكل المن والسلوى؟ لن نصبر على طعام واحد نريد طعام الأرض من البقول الشهية نريد العدسة والبصل تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يا يوشة لقد سئمنا من طعام السماء وتاقت نفوسنا إلى طعام الأرض ازرعوها إذا شئتم نزرع؟ هل ننتظر حتى نزرع البذور؟ ثم ننتظر حتى تنمو البذور؟ ثم تنضج الثمار ثم نجني ثم نحصد ثم أخيرا نأكل؟ ماذا تريدون إذن؟ العصر العصر أيها الطيب يوشة العصر نعم يضرب لنا الأرض بالعصر فتخرج لنا كل شيء ناضجا جاهدا للطعام العصر آية من آيات الله تعبدون الله أم العصر؟ المهم النتيجة الويل لكم الويل لكم هيا واصلوا الترحال هتعلمون ما وراء هذا الجبل؟ ما وراءه؟ لا ولقا للنا للنور لا ولقا للنا للنور لا ولقا للنا للنور لا ولقا للنا للنور لا ولقا للنا ه رأيتم مفضل من هذا؟ هذا ما نحتاجه فعلاً ه ه الأمر ساهل كيف؟ نطلب من موسى أن يجعل لنا inanه كنحة نعبده مثل ما لهؤلاء القوم آلها وهل يقبل؟ لابد أن يقبل أي جهل أنتم غارقون فيه إن هؤلاء يعبدون أصنامنا هل تتركون عبادة الله الذي الذي نجانا من فرعون والذي أطعمنا وسقانا ألا تسأمون من ترديد هذا القول لنا؟ ثم إننا لا نعرف على وجه التحديد ما هو المطلوب منه أن تؤمنوا بالله ولا تشركوا به شيئا آمان ها ماذا بعد؟ أتريدون مقابلا لإيمانكم؟ يا رجل إن لكل بضاعة وإيماننا هو بضاعتنا فلماذا لا نتقاضى عن هذا ثمن؟ وما ثمن بضاعتكم؟ الترف النعيم ملذات الحياة نعم فمدام الله قد اختارنا نحن بالذات للإيمان به فلغد أن يكفع لنا ثمن هذا الإيمان نريد أن يضمن لنا الجنة في الآخرة يا غبي أمر الدنيا أولا نريد دينا خفيف التكاليف لا يحرم علينا المتعة والطرف عين الصواب فليس هناك إله بلا عباد يقدسونه ويبجلونه ويقدمون له القرابين قدوس 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 ماذا يفعلون؟ موسى ذاهب للقاء ربه لقد أمر موسى أخاه هارون أن يخلفه فينا حتى يعود أما كان أحدكم أجدر بهذا من هارون؟ ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة مر الثلاثون ليلة ولم يعد موسى كما وعد قد أخلف موسى بوعده وهذا لا يليق برجل يقول إنه نبي هل لا تريدون الرأي؟ نعم 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 إن موسى قد حبس عنكم ولن يعود ومن حبسه؟ ربه الذي وعده ثلاثين ليلة ولابد أنه قد وجد عليه ما يستوجب حبسه نبقى هنا ونحن لا نعرف متى يعود أنا عندي رأي ربصح أن أصنع لكم إلها تعبدونه ماذا؟ إله؟ حقا؟ هل لا؟ هل تشكون في كفاءتي؟ لا ولكن كيف؟ ها من الذهب؟ أي ذهب؟ الذي جمعتموه من أهل مصر وهربتم به وما شأنك به؟ يا أغبياء إن الله قد هايأ لكم هذا الذهب لسبب محدد أي سبب؟ أن نصنع منه إلها أما أم تركم كنتم تظنون أن إله الشعب المختار مثلكم سوف يصنع من الحجارة؟ أو الخشب إذن سنجمع لك الذهب يا سامري على أن تعاهدنا أن يكون إلها عظيما تبدل في صناعته كل موهبتك أعاهدكم سأعتكف وراء هذا التل ثلاثة أيام فقط سترون بعدها العاجب سامري إياك والخديعة المؤمنون لا يعرفون الخديعة ضع ذهبك في الصندوق يا رجل هذه كمية من الذهب تكفي لكي تكون ذراعا كاملا في جسد الإله المنتظر لقد عدتنا أن يكون إلها فخما فلا تتراجع عن وعدك سأبدل أفضل ما في تاريخي الطويل من خبرة ضع ذهبك ضع لقد أخذت هذا الذهب من امرأة عنوة أريد إلها يستحق ما ألاقيه من متاعب مع امرأة سترى سترى عندما أصنعه ستعب عنك امرأتك وستحبه حبا عظيما هذا السامري لماذا عاد بهذه السرعة؟ يا بني إسرائيل لقد جاء إلهكم ماذا تقول؟ أقول جاء إلهكم جن الرجل أين الذهب؟ أهي خدعة؟ بل حقيقة حقيقة مدهشة وعظيمة فما لم قدرتكم إلى خلف هذا الجبل حتى سمعته مناديا يا سامري لقد جئت إلى القوم بنفسي بعد أن تاه موسى وضل الطريق إلي وليعلم الجميع هكذا قال إني لم أبعث موسى ولم أكلفه بالرسالة وما قد جئتكم بنفسي لأعلنكم بهذا هكذا قال قلت له لكني لكني لا أراك يا إلهي فقال ألقي هذا الذهب على الرمال وسوف تسكنه روحي حيث لا يليق بها أن تسكن إلا جسدا من ذهب وهل تريدنا أن نصدقك بهذه البساطة سيقول لنا كما يقول موسى إنه إله يرانا ولا نراه لا بل سترونه وتلمسونه وتسمعونه أيضا هيا 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 معي والآن هل خدعتكم لا والله لا والله ما خدعتنا إنه فعلا فعلا إله من ذهب نعم جميل وبماذا بماذا ينكلفنا إلهنا الجديد يا سامري بالمتعة بالرقص بالغناء هيا له من إله واسع الأفض نعم لقد عرف ما نريده بالضبط ولما لا أليس إلها سنقيم له احتفالات وأعيادا كثيرة كما كان يفعل آل فرعون ونقدم له القرابين هذا إله غير آلهة آل فرعون لا يقبل القرابين من الطيور والباكهة والحبوب وماذا يقبل إنه إنه إله ثم إنه إله متفهم لا يثقل عليكم بالتكاليم و ولكل هذا مقبل نقدم له القرابين من الحسان الجميلات لا لا ولهذا أيضا إنه إنه لن يقبل إلا مثله تقصد ذهبا سنتفع نعم لكن لمن ندفع إله شخص فإذا سمعتم صوته ضعوا الذهب في فنه ماذا تفعلون أيها التعساء التعيس هو الذي ينظر ولا يصدق يصدق ماذا أيها الغبي يصدق ما يراه وما يسمعه والحكم هذا مجرد صنم من ذهب ألا ترون أنه لا يكلمكم ولا يهديكم سبيلا بل يكلمنا يكلمنا ألا تسمع أليس هذا كلام يا سامري دعك منهم هيا هيا واصلوا العبادة بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين صدق الله العظيم كانوا يرون أنه صنم من ذهب ورغم ذلك جعلوه إلها كانوا يهربون من تكاليف العبادة إلى عبث الحياة ولهوها موسيقى ماذا فعل هارون مع هؤلاء التعساء أيها الصالح يوشع نصحهم وذكرهم بنعم الله عليهم لكنهم أصروا على ضلالهم والله والله لو أمرنا هارون بقتالهم لقاتلناهم لقد طلبنا منه هذا يا كالب لكنه خشي أن يؤدي القتال إلى تفرق القوم شيعا وأحزابا لن يردع هؤلاء الضلون إلا نبي الله موسى لكن متى يعود لقد امتد غيابه عنا أربعين ليلة بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم يجب أن نختار اسما لإلهنا يا سامري له اسم بالفعل يا رجول هل هناك إله بدون اسم؟ ومسمو يهموت يهموت يا له من اسم جميل يليق بإله هيا نغني لإلهنا يهموت ضع لنا كلاما نتغنى به يا سامري بل اطلب منه أن يقول لنا كلاما من هذا الذي تقوله الآلهة لكن احذر احذر أن ينقض عهده معنا ويطالبنا بأن نفعل كذا وكذا أو ننتهي عن كذا وكذا نعم نحن الذين نختار ما نفعل وما لا نفعل أما هو فليس له عندنا إلا الرقص والغناء والقرابين يا حزيزي هل نسيتم القرابين؟ نعم 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 أرأيتم؟ ماذا يقول؟ يطلب القرابين قل له أن يطمئن فسوف نغضق عليه أفضل ما لدينا المهم أن تثبتوا على دينكم عندما يعود موسى دعك من موسى دعك من موسى فالمهم ما نحن فيه الآن إله جميل من ذات واحتفال عظيم ولهو وغناء فلماذا التفكير في موسى؟ إنه خلف هذا الوادي يضرب في الصحراء منذ أربعين يوما على غير هدى يا里 إسرائيل يا بني إسرائيل لقد عاد موسى يا سامري لبيك أيها الصالح يوشع لماذا لا تطلب من إلهك أن يدافع عن نفسه أي إله أيها الصالح يوشع إنه مجرد صامم وهم يعرفون ذلك لا لقد أخبرنا أنه إله بل أنتم الذين طلطتم أن أصنعه لكم كاذب 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 سنعرف لآن من الكاذب لقد أمر نبي الله بتحطيم هذا الصانم ثم حرقه وإلقاء رماده في الماء ثم تشربون جميعا من هذا الماء فمن كان منكم صادقا في إيمانه ولم يتخذ هذا العجل إلها فلن يؤثر فيه الماء أما الكاذبون فسوف تسود وجوههم وسينفضح أمرهم على الملأ هيا نفذوا أمر نبي الله هيا هيا شربوا ترجمة نانسي قنقر ما قد سود وجوك وأنت أيضا وأنت 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 قالوا لنبيهم ادع لنا ربك أن يغفر لنا هذه المرة وقال نبي الله عليكم أن تقدموا برهانا قالوا نفعل ما تأمرنا به فقال لقد كفرتم وعقاب الكافر هو القتل بلاء عظيم أن يقتل البريد أخار المسي لا تقوى أيديهم على قتل أبنائهم وأزواجهم وهم ينظرون إليهم حكمة الله فيهم لقد أنجاهم من القتل على يد فرعون وهم ينظرون وها هو سبحانه يبتليهم بأن يقتلوا أنفسهم وهم ينظرون أن نبي الله موسى يتضرع لله باكيا أن يخفف عنهم هذا البلاء العظيم وتجلت آية أخرى من آيات الله رأوها بأعينهم اختفى قرص الشمس هبط الليل قبل موعده ولم يعد في مقدور القاتل أن يرى المقتور أغاد الله أن يغفرهم ويغفرهم وأن تحشع للحق دمائرهم أراد الله أن يغفرهم ويذكرهم وأن تحشع للحق دمائرهم أما أنت يا سامري أنا 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 أعترف بخطأي أيها الصالح يوشع فاطلب للنبي الله أن يعفوا عني إن نبي الله قد حكم عليك بمفارقة القوم لا يقربوك ولا يخالطوك وكل من يمسك منهم واجبت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هيا إلى الصحراء نعم إلى الصحراء إلى الصحراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أين أنت؟ أين أنت؟ ولماذا لا نناقش أمر الألواح؟ فلسنا نحن المكلفون بتنفيذ ما جاء بها أمر الله يطاع ولا يناقش هذا شأنكم دائما تكفرون ثم تتوبون ثم تكفرون إنه يعفو عنا دائما فأخبرون بما جاء من الألواح حتى نرى فيها رأينا جاء فيها الهدى والرحمة والموعظة الحسنة ليس لمثل هؤلاء إنما الرحمة والموعظة للذين يرهبون ربهم ولا يعصون إن الله لطيف بنا هكذا عهدنا ومع ذلك لا تشكرون أخبرنا بما جاء في الألواح عشرة من التكاليف عشرة عشرة تنفرون من الطاعات حتى قبل أن تعرفوا محتواها أخبرنا إذن بمحتوى وعجل نريد أن نطمئن أن تسبحوا الله وتقدسوه دائما ولا تشركوا به شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تحلفوا باسم الله كذبا ولا تشهدوا إلا بما ترون وتسمعون ولا تحسدوا الغير على ما آتاهم الله من فضله ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تذبحوا لغير الله ولا تفجروا بحليل تجاركم وأحب لإخوانكم ما تحبونه لأنفسكم ها ها وبعد هذا هو كل شيء كل شيء وهل بقي شيء وكيف نستمتع بحياتنا إذا فعلنا كل هذا ما عند الله خير وأبقى نحن نسأل عما عند موسى اتقوا الله وخافوه نحن لا نقبل هذه التكاليف أليس كذلك؟ Papa بل نقبلها ونقبل ما هو أكثر منها ولكن بشرط أي شرط fireworks поэтому موسى إن كل هذه التكاليف جاءت من الألواح هذا ما يقول وإن هذه الألواح جاءت من عند الله ويقول هذا أيضا إذن اطلبوا من موسى أن تروا الله جهرة بأعينكم حتى تصدقوا ما يقول مر الله ولم لا الرجل يقول الحق ألسنا مطالبون بعبادة الله إذن من حقنا أن نراه حتى نتأكد من كل ما يقوله موسى نعم نريد أن نرى الله جهرة هذا حقنا إنه إلى هنا ومن حقنا عليه أن يستجيب لنا نريد أن نرى الله جهرة إذن اذهبوا إلى موسى وأبلغوه بقرارنا نريد أن نرى الله جهرة ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة